استعدادات لوجستية وفنية في مفوضية الانتخابات لتسلم المدارس من وزارة التربية في الثانية عشر من الشهر الحالي موعد ستقوم المفوضية في نقل جميع المعدات والأجهزة للمدارس ونصب الكاميرات التي أقرها قانون الانتخابات بأعداد تفوق الثمانين ألف كاميرا في جميع المحطات الانتخابية بعد أن نوجه دولة رئيس الوزراء وبالتنسيق ما بين المفوضية وزارة التربية إن شاء الله سيتم استلام المدارس اعتبارا من يوم غد لتهيئتها كمراكز اقتراع موضوع نصب الكاميرات إن شاء الله سيتم اكماله والانتهاء منه خلال يومين أو قبل يوم الاقتراع وبعد نجاح المفوضية في توزيع نصف أعداد البطاقات الانتخابية الجديدة على الناخبين أو عزت لجميع مراكزها في الاستمرار بتوزيع ما تبقى من البطاقات حتى يوم الجمعة المقبل وبعدها تسحب إلى مكاتب المحافظات ليتم تسليمها للراغبين قبل الاقتراع العام بيوم واحد قرر مجلس المفوضين باستمرار عملية توزيع البطاقات البيومترية في مراكز التسجيل لغاية 15 كانون الأول الجاري وبالتالي ستسحب هذه البطاقات إلى مكاتب المحافظات الانتخابية ويستمر التوزيع لغاية 18 كانون الأول هناك مليون ومئتين ألف منتسب مشمولين بالانتخابات في الخاص بالأضافة إلى المهجرين اللي هم 48 ألف ناخب سيكون الآلية هي نفس آلية التصويت العام تماما وستعلن النتائج مع نتائج التصويت العام وتبدأ المفوضية العملية الانتخابية بالتصويت الخاص بمشاركة أكثر من مليون ناخب بينهم البياشمرقة والحجد الشعبي و48 ألف نازح في المخيمات يدلون بأصواتهم في أكثر من ألفين محطة اقتراع في جميع المحافظات ومع بدل عد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات في الثامنة عشر من الشهر الحالي أنهت المفوضية جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لنصب كاميرات المراقبة في جميع المحطات الانتخابية سجاد الموسوي العراقية الاخبارية بغداد